وصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية السمرار للجهود المبدولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022 وقد تم تفتيش 40 منشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 22 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإيرادية التي قد تصل إلى 10 ألف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض حالات التهرب من القيمة المضافة وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة